التعليم الأكاديمي الشرعي في الثورة السورية قفز قفزات رائدة في مجال التطوير والتحسين في ملف التعليم الأكاديمي الشرعي فكان هناك منهج عند سلطة النظام التضييق على التعليم الشرعي الأكاديمي لذلك كان طلاب العلم يرحلون إلى فهناك رغبة عارمة في المجتمع عند طلاب العلم في التعليم الشرعي الأكاديمي لكنهم يجدون أن الأبواب الرسمية في سوريا موصدة في وجههم فالنظام كان يتميز بالاستبداد الفكري والإقصاء الفكري ومحاولة التضييق على الفكر الإسلامي إلى حد كبير فهذا كله الآن تم إصلاحه في عهد الثورة